رحمن الرحيم ألف لام ميم تنسيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه مل هو الحق من ربك لتنوذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وثم استوى على الأرش ما لكم من ويدونه من ولي ولا شفير أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من وطين ثم جعل نسله من وسلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق وجديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمل ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم أن المضاجع يدعون ربهم خوفا وقمعا ومما رسقناهم يوافقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من وقرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كوة به تكذبون ولنذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن وذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرس فنخرج به سرعا وتأكل منه أنعامهم وأنوافسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنت صادقين قل يوم الفتح لا يوافع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يوضرون فعارض عنهم ومن واتضر إنهم واتضرون